السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ايمن شاوي من كناة طرق الفريق خير لتعليم الكمبيوتر. هنضغط على كود الادارة بالموز في جدول الادارات اهو. وانسحبها على كود الادارة في جدول العاملين. سواني كده هنكبر دي الاول. اهو. هنسحبها في كود الادارة في جدول العاملين. تحت خالص هي كود الادارة. هزغر لنا الشكل ده. هنلاقي نقل علاقة في الاسفل هنا. وان تو ميني. تعال لعرفكم على انواع العلاقات ما بين الجدول. عشان تبقوا حرفينها. في نقو علاقة اسم وان تو وان. وده له هتربط الجدولين مع بعض مسلا. هنقول مسلا عندك حكلين ما بين الجدولين. والحكلين دون معمولين براي ماركي. يعني مفتاح اساسي وما ينفعش فيهم اي بنات تكرر بين الجدول ده والجدول ده. ده لو وان تو وان. والنوع التاني من العلاقات وهو وان تو ميني. زي اللي احنا في دلوقتي. واتلاحظ ان وان في جدول الادارات هو كود الادارة. عشان كود الادارة في جدول الادارات ما بيتكررش. لان كل ادارة زي ما اتفقنا لها كود واحد بس. ما ينفعش الادارة لها اكتر من كود او اكتر من ادارة لها نفس الكود. عشان كده بقت واحد بس. واتلاحظ ان احنا عملنا كود الادارة في جدول الادارات براي ماركي مفتاح اساسي. وده عشان تكرارش كود الادارة في جدول الادارات. هنيجي هنا two mini وهو كود الادارة في جدول العاملين. هتسأل سواء اليه اخترت هنا كود الادارة في الادارة برايمر كي وهنا ما اخترتش كود الادارة برايمر كي وخلتها الرقم القوم. هقول لكم لانك هتلاحش في جدول العاملين ممكن اكتر من موظف او عامل يكونوا في ادارة واحدة. وانت بتدخل البيانات بتاعته. هشكت بقت one two mini. يعني ادارة واحدة فيها اكتر من عامل او موظف موجودين في ادارة الادارة دي واخر علاقة هي مني تو مني وهي علاقة اطراف باطراف اخرى ومش هنستخدمها في العلاقات هنا وهنستخدم علاقة وان تو مني بس هنحدد اول اختيار هنحدد اول اختيار هنا وده عشان يقلل الاخطاء اللي ممكن تحصل عندي ادخال البيانات بعد كده هنضغط على كريت هتلاحظ ان واحد ده والعلامة دي اللي هي مني انتهينا من ان شاء الله علاقات بين الجداول وهنضغط يمين على و بعد كده هنضغط على كده تسجلت عندنا وتحفزت عندنا هنخرج من العلاقات اللي احنا عملناها ما تنسي اشتغط لايك على الفيديو وتشترك في القناة عشان تشوف فيديوهاتنا اللي جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته